كل العالم ضدك يا إتناسيوس فيرد وأنا أقف وحدي أمام العالم مصر وقفة قدام العالم كله تحمل القضية على عاطقها بقالها مية سنة بلاش مية سنة؟ طب خمسة وسبعين سنة قرن اللي ربع الشعب المصري شايل القضية على كدفه يحملها أمام العالم الصحافة المصرية تقف بهذه القضية أمام العالم من 2014 حتى هذه اللحظة وزي ما كنت بقولك بن يمين جانس اللي شارك في العدوان على غزة في 2014 يأتي إلى مصر رجل شريف نبيل نزيه شجاع جريء جسور واضح وده بمنتهى الأمانة وكل المواقف بتثبت اللي أنا بقوله مش بس مواقفه في وجه التطرف الإخواني أنا بكلمك على مواقفه في كل ما هو متعلق بالقضايا الإنسانية بتاعة العالم العربي كله والعالم الإفريقي كله والعالم الإسلامي كله يقف هذا الرجل هو الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم بمنتهى الوضوح بخطبات في منتهى الوضوح وخطبات في منتهى الجسارة يقف ليعطي دروسا للعالم في ما يحدث وحول ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والمدابح اللي بتقوم في غزة يدفع العالم دفعا لمساعدة غزة وديك شايف قدامك الصورة البلد اللي حرك مساعداته من اللحظة الأولى وقفين على الحدود عاوزين ندخل أكل وشرب ومية ودوى مصر زمان ومن 2014 قالت جملة شهيرة جدا لأي شعب عربي الرئيس قال مسافة السكة مسافة السكة مسافة السكة قدام حضراتكو ده على سبيل المثال الحصر خد بالك أن مسافة السكة كانت قبل كده في مشروع إعمار غزة مسافة السكة كانت قبل كده في التهدئة ما بين الفصائل مسافة السكة كانت فرق بالصدوع مسافة السكة كانت في وقف اعتداءات قبل كده على المقاومة الفلسطينية وعلى الأراضي الفلسطينية مسافة السكة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي هي مسافة السكة بتاعة المساعدات الإنسانية اللي لازم توصل للشعب الفلسطيني المحتل المذبوح الذي يقتل في كل لحظة حتى في مستشفياته مسافة السكة هي مساعدة إنسانية مسافة السكة هي التحرك السياسي والديبلوماسي المصري رفيع المستوى وزير الخارجية المصري بيشتغل من جهة الرئيس المصري يشتغل على جهات أكثر اتساعا يجلس مع الرؤساء والزعماء يتصلون بيه عبر الهاتف يدعو إلى اتفاق واجتماع كبير في القاهرة لإقرار عملية السلام رجل يقف خلفه 105 مليون مواطن مصري والدعي يقف خلف هذا الرجل أكثر من 300 مليون عربي الداعي ادعاء يصل إلى اليقين 300 مليون عربي مؤمنين بدور هذا الرجل رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي 105 مليون عربي هم 105 مليون مصري يقفون خلف هذا الرجل يسقون في هذا الرجل متأكدين من أن هذا الرجل يعمل بمنتهى الإخلاص مش بس لأجل مصر لكن لأجل العروبة لأجل القضية